وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بقيام وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من القضايا المتأخرة خلال العام القضائي الجاري جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع وزير العدل المستشار عمر مروان اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم فضلاً عن إعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية وقد استعرض المستشار عمر ماروان في هذا الإطار قاعدة البيانات التشريعية القومية الصادرة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي التي تتناول القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والاتفاقات الدولية الصادرة حتى نهاية عام 2021 حيث وجه السيد الرئيس بدراسة سبل إتاحة هذه القاعدة الهمة والسرية لكافة الوزرات والجهات الحكومية والمهتمين بالشأن القانوني للاستفادة منها كما تبع السيد الرئيس جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة آخذاً في الاعتبار أن القضايا المدنية المتدولة بالمحاكم قبل عام 2020 تمثل 12% من إجمالي القضايا المدنية المتدولة في الأول من يناير 2021 مواجهاً سيادته بقيام وزارة العدل ببلورة خطط متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الجهري أضف المتحدث الرسمي أن سيد وزير العدل عرض أيضاً جهود الوزارة للحد من حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء وذلك من خلال يسق للمهارات المهنية والمجتمعية للمأذونين للتأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توصيق الطلاق كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات أعمال التطوير التقني للمنظومة القضائية وما يلحق بها من إضافات خاصة ما يتعلق باستخدام الذكاء للصناعية فضلاً عن الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى متابعة سيادته لتنفيذ القرارات الخاصة بإدراج العنصر النسائي من بداية السلم الوظفي للتعيين في كل من مجلس الدولة والنيابة العامة